إيه رأيك في الدراسة اللي بتقول إن دماغ الستة أكبر من دماغ الراجل بأربع سنين؟ الستة عمتاً من اللي بتعرف تفكر بتعرف تتصرف أكتر أنا ما قلتش إن هم ما بيعرفوش بس قلت إن هي بتعرف تتصرف أحسن يعني عشان السيتات بتستحملها أكتر من الراجل بكتير حولي السيتات بتشيل يعني هم ونشيل مسؤوليات كتير قوي عن الراجل والله ممكن ليش لأ أنا أيد هذه الدراسة أسكى أسكى من الراجل بكتير لا طبعاً مش مقتنع بالكلام ده ودراسة دي مش صحة هي فروغ فردية أو مهارات فردية للشخص الكل واحد فيهم يعني ما أعتقدش إن هم أربع سنين أكيد أكتر من كده شوية لا وإحنا ممكن نقول مثلاً كل يعني خمسين مليون ممكن تلاقي ستة دماغ أكبر من الراجل أي مشكلة في العالم هتلاقي وراء واحدة ستة الموخ البنت فعلاً أسكى من المولاد بكتير بكتير هاس إنها عارفة مصلحتها ومستقبلها وكلام ده كله وبتفكر بكتير أنا موافق على الدراسة دي هي دماغ الستة دايماً أكبر من دماغ الراجل وحتى في الشباب الصغيرين دلوقتي تحس إن البنت لو في سن الولد بحس إن عندها نضوج أكتر وفهمة أكتر وعقلة أكتر يعني دي هي حقيقة، الستة دماغة شغلة جداً وعملية جداً هو الراجل بيبقى أناني وما يفكرش غير في نفسه وفي أهواء وراده ما بيشلش مسؤولية زي الستة ولا في مطلق لا ولا لا، كلها بدونان عالتربية والتعليق أيوة، دايماً الستة بتفكر لقدام، بتفكر في كل حاجة لقدام ما بتفكرش زي الراجل، الراجل يعني نادراً لما بتلاقي راجل تفكيره لقدام أكتر منه بأربع سنين يبقى عندنا نقص من نموح وغالى عمرها تبقى أدنخة أكبر من الراجل، مشتحيق أهو في ناس يا شف حسن قالوا أنه البنت بتبقى أنضج من الراجل بسن نفسه، آه، ده هي ده حقيقة، ماشي، بسنة، يجب أقول له كل رجالة العقلة منتظروني وبقر أجيب لكم حقوقه وأجيب الدراسة طب، أقول لك يا شف حسن لو ربطناها بولادك، مش بتحس أن البنت أعقل؟ البنت أعقل، طبعاً، ولا عدد زعالهم مش عايز تقوله لا تسمعه، لا، لك الفنت أعقل، طبعاً، لأ ما نطقيها، حقوقه، أسببت الدراسة الثاني ده مش موضوع أعال يا جماعة دات عادات وتقاليد، إنه أشأة في البيت، مش قاض دي دا لأ طبعاً، مش قاض دي دا لأ طبعاً، مش قاض دي لا، أي وزاي بتبقى البنت عادية، دا اعادات وتقاليد المجتمع، لا والله، دخل بدوق في العقل،، حلينا نقول فقراتنا يا جامعة اشتركوا في القناة